السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك وجماعي ربكم بخير. انا دكتور احمد عبدالكريم مدرس الاشعة في كلية طب الاسر العيني. اه شرف لي ان اكون موجود معكم اليوم. عنوان المحاضرة هي قبل ما اول المحاضرة عندي تلاتة لزملائي واخواني من دكتة الاشعة. اول ميسج واهم ميسج هي يا جماعة انك لازم تتقل في تقاريركم ومرضاكم. لان يا جماعة اه اه الاخطاء وردك. بس نفعش تكون الخطأ ناتج من اه تقصيرك او اهمالك او قلة خبرتك بحص معين. اه اي حد فينا ممكن يخطأ ولكن انت كل اللي عليك انك تبراعي ربنا في تقاريرك. انك تبزل قصارة جوارك لان تقاريرك يكون مصبوط. يبقى على ربنا. ده اهم ميسج لازم تبقى عارفنا. ثاني حاجة وهو دكتور الاشعة. الراديولوجيست لا يقل اهمية ابدا 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 عن اه في منظومة علاج المريض. وما تخليش اي حد ولا تسمح لأي احد ان هو يقلل من دورك في اه هذه المنظومة واي حد ينظر لدكتور الاشعة بنظرة اقل من اه كده ده يعتبر خطان زي ما تلك هو جزء اساسي ما كانش الجزء الاهم او ركن الاهم في منظومة علاج المريض. الثالث حاجة يا جماعة وهو برانش الاشعة. برانش الاشعة ده برانش كبير جدا جدا. ويحتاج منك حاجتين لازم يتعملوا مع بعض. اول جزء او اول حاجة هي الاطلاع المستمر والكتور القراءة المستمرة وحضور الكنفرانسرات وحضور المؤتمرات بشكل دائم. وده اول جزء تاني جزء وهو لازم يبقى عندك تشتغل كتير. اه لازم تعمل حاجتين مع بعض. شغل كتير مع مذاكرة كتير او اراية كتير. لازم الاتنين يكونوا مع بعض. لو هتعمل واحدة منهم بس مش تبقى دكتور اشعة شاطر. لازم عشان تبقى دكتور اشعة شاطر لازم يكون عندك الجزئين موجودين مع بعض. انا عارف ان الموضوع بيكون صعب ولكن اشعة برانش ممتع. وبرانش اه جميل. وزي ما قلت لكم هو مهم جدا في منظومة علاج المريض. نسبة لي عنوان المحاضرة او المحاضرة بتاعتنا النهاردة. احنا هناخد الجزء العملي منها. الجزء النظري مشروح في البيبر دي موجودة بشكل جميل جدا اه في الراديو جرافيك سبين واربعتاشر. اه هسيبها لكم ان شاء الله اه في كبي دي اف موجود مع المحاضرة. ما بيحبش في اقراءة في البي دي اف اه زي كده. اه في اناميشن وسهل جدا انك يساعدك على انك تتخيل البخولوجي والميكانيزم بتاع المناصف التير. هسيب لك برضو الرابط بتاعه مع المحاضرة. اللي يحب يشوف آآ فده هيكون مناسب لي بازن الله طيب بالنسبة لي بتاعت قبل ما آآ احنا هنطبق الكلام النظري على حالات وده اللي هنعمله في المحاضرة النهاردة قبل ما هنقول الحالات بتاعتنا لازم نبع عارفين آآ 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 برتوكول بتاع النهي آآ او روتين برتوكول بتاع النهي اللي هنعمله آآ لازم نبع عارفين آآ فحص مهم جدا وهو البي دي فاتسات البي دي فاتسات ده آآ مهم جدا في كل المسكو سكيلتل والسبب ده انه هو سيكونس بيساعد على التعرف على آآ او بقدر يشوف المنسكاي قدر يشوف الليجمند قدر يشوف الكارتلاجنس بشكل كويس. عشان كده دايما ده هتلاقوه في كل البروتوكول بتاعنا هو عبارة عن سجد البي دي فاتسات سجد التي وان سجد تي تو هو ده التلاتة سجدات اللي هنعمل ناخدهم في البروتوكول بتاع الروتين مناخد بعد كده اكزيال بي دي فاتسات فهتلاقو ان احنا بناخد اكزيال وكرونل وسجد البي دي فاتسات ده الاساس فتصدق اهم بعد كده بنزود سجدة تي وان وسجدة تي تو اه لروتين اه بتاعنا. طيب قد نضطر الى في بعض الاحيان الى بس دي الحالة اللي عندنا. فمسلا عندنا مسلا الكون الاوبليك بنستخدمه في لما يبقى عندنا او نكون في زي في حالات بتاعت الاستخدم كورونا الاوبليك في حالات تاعت عندنا مسلا او سواء كان كيوب او حسب المشينة تستخدمها يعني ده بيبقى استضي للني وتبقى هدفها انك تشوف لو كان في اي موض في المنسكس او بتقدر يتك لان هو بيبقى فبيبقى مميز خالص او بيبقى مفيد جدا في الحالات اللي فيها اه في مسلا في بعض الاحيان لما ببقى بدور على او في عندي مهم جدا لي خاص بالكارتج اللي هو بيسموه اه ده ده في شركة او ممكن شبهه اه في شركة زي المنسة ده بيبقى مهم للكارتج وهكذا فده قد القى اليها في بعض الاحيان اه في اه لو بتاع المريض حاجة معينة فبالتالي بعملها انما الروتين بتاعنا هو اللي احنا اتفقنا عليه سجتل سجتة اون سجت تي تو كرونال بي دي فاتسات اجزيا بي دي فاتسات بالنسبة لي شكل ده اللي خصنا النهاردة شكل والاساسم بتاع المنسكاي بيكون في استجتل والكرونال بي دي فاتسات بالنسبة لي استجتل في دي فاتسات بينما البادي بيبقى في كده وبيبين كأنه حتة واحدة اللي هو بيسموه بالنسبة لي اه سواء كان او بالنسبة لي الميديا المنسكاس نفس الكلام البادي بيكونوا ولما تصل لاخر اه مقطع في في بيكون اللي هو برا عن البادي احنا في السجتة العادة بنبقى المين كونسيرن بتاعنا او اهم اهم حاجة مبصنة عليها هو سواء كان بوسير او انتيرو هورن ده الاساس في السجتة الكرونال بيبقى المين كونسيرن بتاعنا هو بيكون البادي والبادي بيبان كأنه يبقى البادي بيبان في في بينما الانتير او بوسيرو هورن هم اللي بيبانوا مفروضين كده حتة واحدة اللي هو الموضوع بيبقى معكوس الشكل اللي بيبقى هو بينما هو بيبقى الكرونال الامج اساسا بدور فيها او بشوف اساسا هو بتاع هنا ما السجتة الامج هو الاساس فيها هو اه طبعا احنا مبص على في السجتة العادة اللي اتنين هو الهورن ولكن اه المين اللي اه الكون الاحسن حاجة فيه تشوف في البادي والسجتة الاحسن حاجة فيه تشوف في الهورن خيب نيجي بقى نتكلم بقى عن انواع اول نوع وهو وده نوع بيكون غالبا في معظم احيان بيكون سببه اه بيبقى عبارة عن اه زي ما انتم شايفين بيبقى ابنورمال سيجنال الوصلة للمسجحة بموازية اول حاجة زي ما قلتلكو عشان تقول لازم تكون واحدة من سواء كان الامفير او عشان تبدأ تقول ده فين في في فاتسات زي ما قلتلكو فانت لو لقيت سيجنال في وقودها في المسكس وصلة ده عطول تقول طب لو مش وصلة ما يبقى شتير طب خلاص الناس تقول عليه خلاص فانا عشان اقدر اقول تير او الانواع اللي حنتكلم عليهم لازم تكون وسطة لوحدة من سواء ده اللي هو ده او سواء ده اللي هو بيسموه سبير فده لازم تكون العاملة اه دي في الحتة دي زي ما انتم شايفين هي في الحاجة دي طيب نيجي بقى نشوف انواع بتاعتنا اول نوع زي ما مشى بتبقى مشى موازية بتكون اسمى منسكس الى سبيريو فلاجمنت وانفيريو فلاجمنت خلاص فده الهوريزونتل دير لو بصنا ده بين خلاص كويس في البستير هون وبصنا في الكرون هنلاقي برضو ان السيجنال دي موجودة في هنا يبقى هنا البادي فهنلاقي ان برضو ريز اهوريزونتل اه سيجنال وسط وماشى برا لآآ اسمى المنسكس الى سبيريو فلاجمنت وينفيريو فلاجمنت يبدأ عطول هوريزونتل تير كيف العيان ده عنده هوريزونتل تير موجود في والبادي اوف دا ميديا المنسكس الهوريزونتل تير ببقى بري كومن كومن تو بي اسوشيتد مع ده اللي هو بيسموه برا منسكال سيست وده بيعتبر من ضمن الحاجات يعني انت لو شاكت اذا كان في تير او لأ ولقيت على طول بتقول اه ده اول نوع من انواع تير اللي هو برا عن الهوريزونتل تير تاني نوع من انواع تير اللي هو بيبقى اسمو تير تير الابنور من السيجنال اللي تبقى موجودة بتبقى ماشية اه على لو بسيته هنا هتلاقوا ان السيجنال اللي موجودة في النسكس اهي وسطة ومشى عمودية على ولو نلاحظنا هنلاقي ان هي اسمه الى جزئين جزء داخلي اللي هو الانر وجزء خاري اللي هو اوتر انما الهوريزونتل ده كان بيسمو الجزئين جزء سبيري ده جزء انفيريو يبقى ده وهي معظم الهوريزونتل تير بيكون سبب ترومة تير ما شايفين عنده عنده سيال تير بيبقى استشدد معي تير يبدا تاني نوع من انواع تير اللي هو عبارة عن تير صحب شوية وفي ناس كتير من الترارش تخيرو وهو الريديال تير هو بيبقى ماشية عمودي على وعلى لكن بشكل قطري عشان كده بيعتبروه بيسموه بشكل قطري ازاي يعني بيبدأ من ويخش جوه وده من اسوأ انواع تير لان الحقيقة هو بيعمل للبندل ودائما بيبقى معه كمان شوية وبيبقى عرضه كتير ان يحصل العيان ده بعرف ازاي بيبقى لي علامتين مميزتين اول علامة وهو انك في المنظر او في الشكل اللي انت متعود عليه ان المفروض يكون فيه هتلاقي ان في جزء منه لما تلاقي ان المفروض مسلا دي ساشتر اي مفروض ان البادي يكون حتة واحدة اه على بعض لو لقيت في جزء منه زي بالمنظر ده تشك ان العيان ده هيكون عنده انا هشاكك هنا ان ده لاتر المنسكس لبادي مفروض يبقى حتة واحدة على بعض في هنا او جزء منه ناقص فده يسموها هنا يسموها على طول تقول او ان ده ممكن يكون طيب تتأكد ازاي تجيب على طول عند الحتة اللي فيها اللي انت شايف فيها تبص عليها في البيوغ الاخر المفروض ان احنا قلنا ان البادي بتاع هو اللي احنا شايفين فيه المشكلة هتلاقي الجزء اللي فيه المشكلة يدي لك التانية مهمة جدا 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 وهو لبصينا هنا هنلاقي ان المنسكس اه 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 شايفين هنا المنسكس تا نورمل ولي انما هنا المنسكس اه البادي بتاع المنسكس هنا لي المنسكس المفروض هو مكمل لغاية هنا المنسكس تا مختفي فده بيسموه لو بصينا لو جعنا سكشن ورا او سكشن قدام هنلاقي ان المنسكس رجع تاني الشكل الطبيعي نرجع هنا نطلع اللي ورا شوية هنرجع نلاقي الشكل الطبيعي بتاع 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 وبالتالي لما لص ده يعتبر بتاع البادي ده من اهم بتاعة ويدينا المنظر اللي احنا بقول عليه اللي هو برعا ترانكيتد ايه ترانكيتد منسكس يبقى بتاع هو هو لنسكس ان هو لما تشوف في البيوت تاني هتلاقي فيه ايه تبعض الاحيان يا جماعة يبقى كبير قوي ما ياخدش بس ده ممكن ياخد كله على بعض. في الحالة دي هتلاقي ان بدل ما هو يبقى ترانكيتد ده بتاع بتاع ما يبقاش موجود خالص. تعالوا نشوف الحالة اللي بعد كده هنلاقي الايتي هنلاقي ان انا هنا شايفين هنا في منسكس ده لما نيجي للمنطقة دي هلاقي ان ده ما بقاش موجود ده اللي بيسموه يبقى خده كله بدلا ما ياخد بس الجزء الداخلي هو دايما بيبدأ من الجزء الداخلي ويستمر يستمر بقى لو ياخد بس هيباني زي الحالة اللي فاتت لو خد كل هيباني كأنه مش موجود اللي هو بيسموه لما نلاقي ده اللي هي اللي هو اللي هو اللي هو هنا في الحالة دي لما تيجي بقى تفرده او تشوف المنظر التاني او البيوت التاني اللي هو هتلاقي المنظر اللي احنا قلنا عليها موجودة شايفين هنا المفهوض البستيرو هون بتاع الميديا الناس كاسيبان كأنه حتة واحدة لاي فيه موجودة اللي هي بيسموها وبالتالي دي هنا في حتة نقصة وبالتالي دي من ضمن بتاعة يبقى عنده مهمين لاما المنظر اللي تشوف في جزء المفهوض يبقى فيه اللي مفهوض يبقى فيه يبقى حتة واحدة تلاقي فيه حتة مين نقصة اللي هي بسموها او خالص فده من اشك من شكل من الاشكال بتاعة او او انك تجيب اه في تاني ان هو يبقى او التانية ان هو يبقى او ترانجر او ترانجر ابينا بتاع مينسكس تلاقيه مقطوع او ان مينسكس يبقى مش موجود خالص في حتة دي يسموه ايه جوست مينسكس طيب يا جماعة لما بيبقى قريب من بتاع زي الحالة دي يعني ممكن ينفوله او يكون قريب منه في الحالة دي يسموه يبقى ده نوع من انواع مينسكس طيب يعني مينسكس لما يكون ينفوله او ينفوله الحتة القريبة من بتاع ايه بتاع المينسكس ازاي الحالة دي. زي ما احنا شايفين ان هنا ان طالع لبره. لو لاحظنا ان هنا لو لو بدي لقيته اكتر من ثلاثة ميلي برة تيبقى مفهود ان يكون على نفس الليفل بتاع لو لقيته طالع لبره ده معناه ان فيه مينسكة ده هي دي بتساعد على مينسكس طالع لبره فالعظم بدأ يحقه في بعض وبدأ وده من مساوي طيب رابع نوع وهو الكومبليكس لو لقينا اي جماعة من التلات انواع اللي احنا قلناهم احنا قلنا اما يكون لو لقيت اي مبين اتنين ده يعتبر زي الحالة دي او ركزنا كده شوية نلاقي ده المنظر اللي هو عبارة عن اللي هو في البادي متاع لاترال نسكس ايب انا بشك ان الحتة دي ممكن يكون فيها لما نشوف تاني اللي هو هنلاقي زي ما احنا اشوفنا فعلا بدي ده المسلس بقيت بتاعه ان الجزء ده مش موجود فده يبقى ده يعكد ان ده بس لو لاحزنا نلاقي ان الجزء الباقي فيه ابنومة اجنب اس انا المنسكس او بقيت المنسكس الى جزء اين جزء سبير وجزء انفير يبقى العين ده عنده وعنده كمان يبقى عنده يبقى على طول اسمه وده رابع نوع من انواع خلي بالكم مشكلته ايه? مشكلته ان هي تؤدينا الى النوع الخامس اللي هو ان يبقى فيه حتة بعد ما يحصل كده ان لما يبقى فيه بيبقى سهل جدا ان هي تتحرك من مكانها وتؤدي الى النوع الخامس اللي هو بيسموه بعد ما بيحصل قطع في المنسكس المنسكس بيبدأ يتحرك من مكانه والحقيقة ده من اسخف الانواع اه في الانواع التير في والسبب ده ان المنسكس ممكن تروح في اي حتة وتعمل طيب اه ازاي ما احنا شايفين هنا شايفين ان اذا اه المنسكس هنا مش موجود وفي منسكة موجودة في تحت اللي هو الحاجة المشهورة باسم خلاص وده من اشهر انواع اللي هو اعتبر في الباكت هندل ده اعتبر نوع من انواع طيب اعرفه ازاي? بعرفه ان انا لاقي لاما يكون مش موجود او ان هو يكون اه خالص واعتها اول ما تلاقي بالمنظر ده زي ما انتم شايفين اهو اول ما تشوف اهو اول ما تشوف اهو 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 بتاع بتاع ده البادي او 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 صغير في الحجم او ان هو مش موجود خالص لازم تدور على تدور على اهو فيه جزء من مش موجود تدور عليه في حتة تانية. ايه الحتة اللي انا بدور عليها واهم الحتة اللي انا بدور عليها? او الحتة وهي زي المنطقة زي زي الحالة دي لقينا ان فيه فعلا في هي موجودة في تاني منطقة اللي هي تارت منطقة انه هو ممكن يكون قدام بتاع يعني يبقى يتنقل من ورا يروح لقدام يبقى موجود هنا كل انواع دي يا جماعة هي لها اسامي اخرى وكلها تندرج تحت النوع اللي هو من اللي بيروح في تحت اللي بيسموه بيسموه خلاص النوع اللي هو بيبقى في يسموه النوع اللي بيسموه سواء كانت او كله دولة يندرجوا تحت الحقيقة انا بحب اكتب ان ده وبحبش ان انا اقول انه هو اه او او كده لان الحقيقة في ناس بتشترط شروط كتيرة للباكت هاندل انا اللي يهمني في اقول التير ده موجود او في اي منطقة في في المينيسكس اواخد اي منطقة في المينيسكس وموجودة في اه فين فاعطول او 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 ووصفه كانه يعني في الحالة دي اقول ان ده موجود في البادي والبوسيورو هورن والديس بليسمينت موجود في والابينيون بتاعي اقول ان ده ده ديس بليس كالتير البوسيورو هورن وي البادي او ده ميديا المينيسكس تعال نشوفوا الحل بعد كده سريعا ارضو مساء على لو بصينا هنا على هنلاقي الملحظ ايه هنلاقي ان البادي بتاع المينيسكس هنلاقي ان هو اصغر من البادي بتاع وده مش طبيعي يبقى على طول لازم ادور على لو بصينا هنا مش هنلاقي بس البادي هنلاقي كمان ان بتاع الميديا المينيسكس شايفين انتيرو هورن صغير ازاي موجود صغير خالص خلاص فبالتالي او ما نلاقي ان المينيسكس صغير لازم ادور على الاماكن بدور عليها قلت لكم اهم حاجة هي طبعا هنا شايفين المينيسكس صغيرة لو مش واضحة قوي فانت لو ما بتدورش مش ممكن تسهل جدا انك تعمل لك لو بسيت هنا هتلاقي ان جنب هتلاقي في جنبه في اهو مشي جنب ده هلاقي ان في جنبه حاجة هنا فده اعطوه في الحالة دي موجود في هقول ان اخر حالة وهي مساهلة على ولكن ما حصلش في تحصل في في الحالة دي بيعتبر نوع من انواع اللي هو الاسم التاني بتاعه اسمه فلابتال هنلاقي ان المينيسكس هنا جزء منه مش موجود وفيه مينيسكس موجودة في زي ما انتم شايفين هنا فبالتالي مدام اتحركت ولقيت فيه يعني جزء بنقص من المينيسكس لقيت فيه مينيسكس موجودة الاماكن ان احنا قلنا عليها ده يعتبر من دولت كانوا الاربع اه الخمس انواع من دولتال تمنى ان انا اكون اه اه شرحتهم بشكل اه مختصر وسريع وصل للناس و اه شكرا جزيلا لكم و اشوفكم على خير دايما بازن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته